لا تزال أزمة كردستان العراق المنبثقة عن استفتاء الانفصال تدور في حلقة مفرغة من الحلول الآنية أو المقبولة على الأقل لكن دوران عجلة الاستفتاء إلى الوراء بنظر حزب البرزاني بدأ يتسارع لا سيما بعد التظاهرات الأخيرة التي جاءت كثمرة حصار بغداد لكردستان وفق مراقبين تعرف التحالفات والدولماسيات أسلوب الضغط والإغراء والترهيب والترغيب لكن في بلد غارق في الأزمات مثل العراق الأمر مختلف فمع مرور الوقت تتجلى صورة أوضح لسيناريو الأزمة بين بغداد وأربيل من زوايا خفية تظهر فيها إرادات قوى إقليمية وميليشيات نافذة بغداد ترفع سقف مطالبها إلى المستوى التعجيزي كما ترى القوى الكردية فمطلب إلغاء للسفتاء لم يعد الوحيد حيث أضيف إليه 12 شرطاً آخراً لبدء حوار شامل تسليم المنافذ والمطارات العودة إلى حدود ما قبل عام 2003 هي أبرز شروط العبادي فضلاً عن تسليم ما أسمتهم الحكومة بالمطلوبين المتواجدين في كردستان إضافة إلى منع أي مسؤول حكومي كردي من السفر إلا بموافقتها وكذلك عدم استقبال أي مسؤول دولي إلا بعد مروره في بغداد وموافقة الحكومة عليه هناك هذه الشروط اعتبرها الأكراد تعنتاً واستغلالاً من العباد للأزمة الكردية الداخلية ودليلاً على أن نية الخيار العسكري ما تزال قائمة لديه عادةً تطبيق هذه الشروط سيجعل من المفاوضات بلا معنى هذا الكلام لحمى أمين عضو التحالف الكردستاني أمين أكد أن هذه الشروط لا تعد كونها أماني لمشترطها منتقداً ومستغرباً في الوقت ذاته أن يكون حاملها الشريك فؤاد معصوم الشروط المحمولة على غاية غير نزيهة بنظر الأكراد المحمولة على حق سيادي بنظر العباد لا ينتظر منها أن تحدث جديداً في المشهد المعتم أصلاً سوى أن تزداد المناكفات بين المتصارعين ويدفع الشعب فاتورة صراع على السلطة يأخذ بين الحين والآخر عنوين مختلفة